فبتكلم عن هل لعيبتنا لو كانت بتحترف بدل شوية لو كان عندنا محمد صلاح أكتر من محمد صلاح موجود في هذه المباراة أكتر من تريزيجي وإحجازي وميد وأحمد حسن وزيدان هل كان ممكن يكون عندنا أمل في مديليا أولمبية؟ بقول لحضراته نعم هيكون عندنا أمل الجزء الآخر هي شخصية اللعب المصري شخصية اللعب المصري كابتن حسن شهاته ما كانش عنده هذه المجموعة من اللعيبة المحترفة في العالم كله عندنا بعض كان زيدان موجود أحمد حسن يمكن كان في تركيا لكن تبقى شخصية اللعب نفسه شخصية اللعيب شخصية اللعب أعتقد هي جزء مهم جدا في عدم الرهبة وعدم الخوف من الأسماء الكبيرة وأنك لما بتخش المباراة بتحس أنك خلاص المسافات قريبة بتطلع كل اللي عندك بتطلع كل طاقاتك وبتبدأ تشتغل كرتك اللي أنت متعود عليها ده صادفنا إحنا على مستوى الشخصي حتى كل الناس فاكرة مباراة مصر وهولندا كاس العالم تسعين قدي كان فيه رهبة في الأول لكن خلاص إحنا لقينا الفرقات مش كبيرة وبدأنا نلعب كرتنا وبدأنا نهاجم بشكل كويس وكانت نتيجة جابية فخلينا حنحاول كل الكلام ده وحنتناقش مع حضراتكم إيه سبب خروج المنتخب الإلومبي في الدوري التمانية هل اللعيب المصري وشخصية اللعيب المصري لا يستطيع أنه يلعب أمام الفرق زول أسماء الكبيرة زي الأرجنتيني، البرازيل، ألمانيا، إيطاليا دي حنقش النهاردة من خلال المحترك